في لقاء خاص أجراه تلفزيون البحرين مع سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام سيعرض مساء اليوم أكد سعادته أن السياسة الإعلامية القطرية لم تكن محدى صدفة إنما لتيجة منهجية واضحة ومدروسة تسعى لزعزاعة الأمن والاستقرار في المنطقة مشيرا إلى أن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية حاولت على مدار سنوات طويلة تصحيح أوضاع سياسات قطر السلبية في المنطقة إلا أنها قوبلت بالتعنت والخطاب الإعلامي المقوض نحن أخذنا المبادرة أنا في 2013 لما شفت استمرار الجزيرة في تشويه صورة البحرين وأعداد أفلام وثاقية عن البحرين وترجمت هذه الأفلام إلى أكثر من خمس لغات وأرسالها إلى منظمات حقوقية كانت الصورة بالنسبة لنا صورة جدا واضحة بأن هناك حرب إعلامية تنتهجها الجزيرة القطرية فبموادرة مني توجهت إلى الجزيرة والتقيت برئيس مجلس العدارة في ذلك الوقت والحقيقة رحب فيني خير ترحيب بحكم العلاقة التي تربطنا تربط الشعبين البحرين والقطرين وكان اللقاء يدور حول نقطة واحدة بأننا لن نستطيع أن نتدخل في سياسة إعلامية أنتم تقومون فيها ولكن بما أنتم تقدمون نفسكم أنتم قناة احترافية ومهنية وأنا كمسؤول إعلامي كل اللي أطلب منكم أن تنفذون شعاركم اللي عرفتوا فيه العالم بأن أنتم الرأي والرأي الآخر فاقترحت عليهم بأن أنا ممكن أزودكم بأكثر من 200 اسم يمثلون مؤسسات المجتمع المدني ولا أحد منهم موظف في الحكومة ويمكن أنتم تستبعدون كل الأسماء وتقدمون لنا أسماء مقترحة من محامين من أطباء من أكاديميين من صحفيين من أعضاء سلطة تشريعية بهدف الاستماع إلى وجهة النظر الأخرى التي أنتم دائما تقدمون نفسكم فيها فرحب بالمقترح ولكن لم تتغير السياسة حتى من ثاني يوم من اللقاء واستمرت السياسة على ما عليها هذا وسيعرض تلفزيون البحرين على حضاراتكم اللقاء الخاص مع سعادة السيد علي بن محمد الروميحي وزير شؤون الإعلام في التاسعة من مساء اليوم